بس عاوز اوضح فكرة كتير كتير مهمة دكتور بولوس لكل مشاهد لما منقول طرفين الله والشيطان حاشة انه نحط الشيطان في منزلة المساواة مع الله احنا منتكلم على حرب روحية ومنتكلم على نزاع الاطراف النزاع سوريا اخ نزار هو الفكرة انه مش فكرة مساواة لكنه خصمة نعم ابليس يخاصم الله يعادي الله في بعض المعتقدات بامنه انه في قوتين متصارعتين متساويتين حتى في الشرق الاوسط يعني الله وشيطان احنا منقول مش على نفس المستوى مع انه الشيطان خصم والقيم وعدو بحاول يشوش ويخرب مخطط الله لا 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 يمكن احنا نحط الاثنين على مستوى واحد الخالق والمخلوق نعم الشيطان مخلوق طبعا الله هو الخالق فلا يمكن الاثنين يكونوا على مستوى نفس مستوى القوة ابليس يحاول ان يمتلك ارض المعركة يمتلك ابليس يمتلك الانسان ليأخذه الى الجحيم الله يحاول ان يمتلك الانسان ليخلص ويعطيه حياة ابدية إم شخص اشتركوا في القناة